شتاء أوروبا القارس ورقة الرهان التي يلعب عليها أطراف الصراع في أوكرانيا روسيا التي تضغط بورقة الغاز وتريد لأوروبا أن تركع تحت ضغط التظاهرات الشعبية بعد غلاء فواتير الكهرباء والتدفئة التي باتت تثقل كاهلة حتى أغنياء أوروبا في المقابل تراهن أوروبا وأمريكا على التقدم العسكري الذي تحقيقه القوات الأوكرانية على عدة محاور وتتخذ من استعادة في الأيام الأخيرة أكثر من 400 كم مربع بمنطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي هذا الرهان تدعمه أوروبا وأمريكا على المستويين العسكري والسياسي فعلى المستوى العسكري لا تتأخر أمريكا ولا أوروبا في الدفع بالمزيد من السلاح والذي كان آخره دفعة من صواريخ بريمستون 2 البريطانية المتطورة دقيقة التوجيه والإصابة والتي تلعب دورا وصفته وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها لعبت دورا حاسما في إعاقة التقدم الروسي داخل الأراضي الأوكرانية وعلى المستوى السياسي لا تنقطع الاجتماعات والزيارات الغربية داعمة لأوكرانيا والتي كان آخرها زيارة رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو لكييف والذي كان خلاله مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني على هذا الدعم ما نراه اليوم يظهر أنكم تدفعون روسيا إلى التراجع في ساحة المعركة وما نراه هو أن روسيا تغير على سكانكم وعلى بنيتكم التحتية إنها تحاصر سكانكم وسط طقس بارد وهم بدون ماء ولهذا السبب من المهمة بالنسبة لنا أن نقف هنا معكم هذا الدعم تصاحبه قرارات وزراء خارجية دول حلف شمال أطلسي المجتمعون في بوخارست بالتعهد بمواصلة الدعم لكييف مع دخول الشتاء في ظل الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية في محاولة أخيرة لروسيا للاستفادة من رهان الشتاء